أكثر من مليون قتيل وأضعافهم من المعاقين والجرحى ودمار عدة بلدان وتكلفة تتجاوز ثمانية تريليونات دولار تلك هي نتائج الحرب الأمريكية العالمية على ما سمي بالإرهاب بحسب تقرير جديد لموقع انترسبيت ودائما ما تكون الوقائع أكثر من الأحصائيات بمعنى أن فاتورة الحرب الأمريكية أكثر مما ذكر شبح الإرهاب الذي صانعته واشنطن في مواضع وضخمته في مواضع أخرى لم يؤثر على البلاد المغزوة فحسب بل امتدت تداعياته إلى قلب المجتمعات الغربية وبات يهدد البنية الاجتماعية فيها بسبب نشوء ما يعرف بالإسلام فوبيا فتكونت بيئة خصبة لليمين المتطرف مجلة فورين إفريز الأمريكية تحمل الحروب الأمريكية مسؤولية صعود الحركات اليمينية المتطرفة في الغرب حيث غذت أبكارا عنصرية ضد المهاجرين على أساس التمييز العرقي والديني ففي أمريكا وحدها بلغ عدد المخططات والهجمات أعلى مستوى لها منذ عام 1994 نسب ثلثاها إلى العنصريين وفي ألمانيا ارتفعت جرائم العنف بدافع من اليمين المتطرف بنسبة 10% في الفترة من عام 2019 حتى 2020 وفي خضم هذا العنف المتصاعد أصبحت أفكار اليمين المتطرف تيارا سائدا مع حصول الأحزاب السياسية اليمينية على نسب تمثيل في أكثر من 30 برلمانا في أوروبا وكان فوز دونالد ترامب رئيسة الولايات المتحدة سببا ونتيجة في صعود هذا التيار بحسب مجلة فورين إفريز اليمين المتطرف بات ظاهرة تهدد كيانات الدول الغربية وحركة تؤرق صانعي السياسة في المجتمع الأمريكي على وجه الخصوص وكل ذلك نتاج لتغذية التطرف اليميني لتسويق الحرب الأمريكية العالمية على مبدأ طابخ السم لا بد أن يذوقه ترجمة نانسي قنقر